من القاهرة تنضم إلينا دكتور أماني الطويل مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية دكتور أماني لقاء اليوم مع السفراء الأفارقة سبقه بيان من الجامعة العربية وأيضا لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ما الذي تسعى إليه مصر من هذه التحركات؟ تسعى إلى تكثيف الضغوط على إثيوبيا عبر التحركات الدبلوماسية مع كافة الأطراف الفاعلة السفراء الأفارقة مهمين بالنسبة لمصر لإطلاع الأفارقة الأشقاء الأفارقة أن مصر لا تجور على إثيوبيا وأنها تدافع عن حقوقها المشروعة تبقى للقانون الدولي وتبقى للاتفاق الموقع بين الأطراف في 23 مارس 2015 وهو الاتفاق الذي ارتضته إثيوبيا أيضا أظن أن وزير خرجية المصري سيد سامح شكري قد أطلع سفراء الأفارقة والأوروبيين على مصارات موحثات واشنطن والمسودة التي تم التوافق عليها وكان مطلوبا التوقيع عليها لولا الانسحاب الإثيوبي إذن أرى خطوات الخارجية المصرية في إطار تكثيف الضغوط على إفريقيا وتوضيح موقف مصر لكل الفاعلين الرسميين سواء في أوروبا أو في إفريقيا فضلا على التواصل مع الإدارة الأمريكية الذي حدث سواء داخل في إطار المباحثات خلال الشهور الماضية وخصوصا خلال الاجتماع الأخير أو عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة البيانات الإثيوبية حول التوقيع بأنها تحتاج إلى فترة من الزمن هل هذا رفض دبلوماسي أم أنها فعلا ستعود بعد أن تحدد هذه الفترة الزمنية دعني أقول لك أن هذه المباحثات قد امتدت من نوفمبر 2011 وحتى فبراير 2020 بمعنى أن هذه المباحثات قد استمرت تسع سنوات تسع سنوات كاملة بذلت فيها مصر الحقيقة جهودا مضنية وتوافقت إلى حد كبير مع المطالب الإثيوبية وتخلت عن كثير من حقوقها في هذه المرحلة سعيا وراء مرونة سياسية إفريقية الحديث عن الوقت أنا أظن أنه لا يحق الإثيوبية على الإطلاق الحديث عن الوقت أنها قد استغرقت تسع سنوات وكان أمامها وقتا كافيا لبلور التوافق داخلي حول مطالب الأطراف الإقليمية الأخرى كمصر والسودان في سد النهضة صحيح أن السودان تراجعت عن تأييد بيان الجامعة العربية لكن الحقيقة أن السودان مهددة فيما يتعلق بسلامة الإنشاءات الهندسية على نهر النيل ليس لدينا ما يفيد بسلامة هذه الإنشاءات فبغض النظر عن موقف السوداني المعبر عن قدر من الارتباك الداخلي لكن دولتين المصاب مضارين وهذا الإضرار لا يتوافق مع قواعد القانون الدولي ولا الأعراف الدولية ولا اتفاق المبادئ إلى أي مدى هناك إصرار من واشنطن على حل هذا الخلاف؟ دعني أقول لك أن هناك إرادة سياسية أمريكية معقولة لا أقول أنها حاسمة ولكن معقولة في هذه المرحلة لأن أنا أتصور أن رد الفعل الأمريكي أو التفاعل الأمريكي مع الموقف سيكون خطوة خطوة أو step by step تبقى لطبيعة ردود الفعل الأثيوبية صحيح أن ردود الفعل الأثيوبية حتى الآن هي ردود فعل عصبية للغاية أحدثت تراشقا مع الإدارة الأمريكية لكن أتصور أنه مع طبيعة طرح الموضوع على هذا المستوى سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي سوف يجعل إثيوبيا بالتأكيد تعيد حسابتها في هذا الموقف وهو ما نتطلع إليه الحقيقة لأننا لا نريد على الإطلاق أن يتهدد الاستقرار الإقليمي أي شيء وأن تظل دول حوض النيل الأزرق مصر والسودان وإثيوبيا تعلي من قيم التعاون ومن قيم الإخاء والرغبة المشتركة في تنمية الدول لصالح رفاه الشعوب الصراعات دائما المدارين منها بشكل أساسي هم الشعوب مستوى الفقر في دولنا السلاسة عالية جدا نحتاج إلى تحسين حياة الناس ولا نحتاج إلى صراعات دكتورة أمان الطويل مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من القيرة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر